أكدت وزارة الكهرباء العراقية أن منظومة الكهرباء الوطنية بدأت تعود تدريجيا للعمل بعد ساعات من انقطاعها بشكل كامل في كافة أنحاء العراق هذا وانقطعت الكهرباء بشكل يومي في العراق بشكل متكرر وصل إلى عشر ساعات يوميا وازداد الأمر سوءا بارتفاع درجات الحرارة حتى خمسين درجة مئوية خلال الأيام الماضية موجات حر مميتة، انقطاع متكرر للتيار الكهربائي ظروف أكبرت النازحين المقيمين في مخيم الخزر شمالية العراق على الاعتماد على مكعبات الثلق كوسيلة للتبريد مأساة الحرارة، ودرجة الحرارة تعبر الـ 45 والـ 47 وهذه خيمة تعرف أنت فالخيمة تسمى الصمت، والله الأطفال يعني مأساة هاي المأساة وإحنا الكبار هم مأساة، بس إحنا شو نقول نتحمل، بس هاي الأطفال والله ما تتحمل ففي الخزر والمناطق المحيطة بها في محافظة نينوة تأتي شاحنات محملة بمكعبات الثلق بانتظام لتوزيعها على أربع مخيمات حيث شهد نشاط مصانع إنتاج الثلق زخماً وبات يعمل على مدار الساعة لتلبية الطلب المتزايد عليها ما يزيد الأمر سوءاً مع ارتفاع درجات الحرارة إلى الخمسين درجة مئوية خلال فصل الصيف هو انقطاع الكهرباء الذي يشهده العراق حيث يعيش سكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة يعيشون بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل في بعض الأوقات إلى عشر ساعات ترجمة نانسي قنقر